السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع مرحبا بكم في قناة منتدأم سيرين قناة خاصة بالنصائح الطبية فيما يخص الحمل الولادة معكم فاطم زهرة مولدة قابلة جسوينسا شفا ماروكين ومشي طبيبة نتمنى أنني نكون خفيفة على قلوبكم ونتمنى أنني نقدم لكم النصائح لانتم بحاجة لها وان شاء الله المزيد من العطاء في القناة سويد على يد ونزيدوا لقدام أنا وياكم شكرا بسفر التليقات لكم على التواصل والتفاعل اليوم إن شاء الله حلقة جديدة سنكمل على سلسلات النصائح ما بعد الولادة نقدم لكم نصائح قيمة على فترة النفاس اليوم إن شاء الله سنجاوبكم على واحد سؤال جد جد مهم تطرحوا علي سيدات بثاف وبثاف الأخوات اليوم بحاجة لنجاوب على هذا السؤال ونقدم لكم نصائح كيفاش نجنبوا الحمل فترة النفاس باش نرتاحوا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا لأنها فترة جد مهمة وليست بفترة عادية غادي نردعوا ونفيقوا الناس والأمور على ما يرام نتمنى من الله أنها تدوز على الأخير ولكن خاصكم تعرفوا كيفاش تعملوا مع هاد ونعرفوا كيفاش تجنبوا الحمل المفاجئ بعد الولادة نتمنى أنكم إن شاء الله تقوموا معي حتى الآخر الحلقة باش تستفدوا من هاد الموضوع هاد تنعرفوا جميع باللي رداعة طبيعية تنقلوا ممكن تشد بزف ديال السيدات بنسبة كبيرة اللي عندهم فكرة خاطئة أنا بديس بها مباشرة هاد النقطة المهمة باش نقشن بيكم تشويق لأن خاصي تكون لها فيديو قصيرة ومفيدة عدد كبير كبير من الأخوات اللي عندهم فكرة خاطئة على الرضاعة الطبيعية أنها تتشد لمكسخينا شنحمله هاد فكرة خاطئة هو أن الجسم ديال المرأة يمكن أن يقوم بعمليات تبويد من الأسبوع الرابع حتى الأسبوع الرابعة يعني في وقت مبكير من بعد الولدة ممكن السيدة أنها تحمل فهذا لا يعني أنها تتشد رضاعة طبيعية مئة في المئة أنها ما ديش تحمل وما ديرش وسيلة أخرى يعني الجواب المباشر هو أي سيدة ولدات خاصها تدير وسيلة وسيلة تمنع الحمل من بعد الولادة سواء كان طبيعية أم قيسرية غير هو الأم التي تتعلق بالرضاعة إذا كانت الرضاعة طبيعية مئة في المئة يعني ما متخلش معها الرضاعة صناعية هنا الدورة الدموية الدورة الشهرية ستطلع لكم لا تنزل في وقت مبكير لكن ممكن الجسم أنه يقوم بعمليات طبية تتأكد وتنسطر على هذه الجملة يعني أن المرلم لك تردع رضاعة طبيعية بوحدها أو ممكن أن تجيها تطلع فترة الرضاعة سواء كانت عام أو عام ونص أو عمين وهي تردع مزيان يعني البيت يردع مزيان ومعتمدى فقط على الرضاعة الطبيعية ولكن خاصة تدير معها وسيلة منع الحمل وبالنسبة للجواب الحبوب هنا سنقوم بالإجابة على بعض التعليقات وأممتهم كموضوع بالنسبة للحبوب منع الحمل خاصة تبدوها نهار 21 من بعد الولدة لا نخليش نهار 40 يوم أو 30 يوم أو 35 يوم بالضمط خاصة نبدأ حبوب منع الحمل يوم 21 وما تكون المعاشرة الزوجية حتى من بعد الربعين يعني فشانا نكمله 40 يوم ستجينا نندم الدورة الشهرية من بعد الربعين يوم وعاد هنا ممكن ستقدرنا له السيكل يعني السيدة اللي تردعها فتقدر تجيها لعداد شهرية منتظمة كل شهر بشهره وسيدة اللي تردعها طبيعية فقط ستتطلع لها الدورة الشهرية والنصيحة الأساسية تنقل لكم بالنسبة للحبوب من الحمل لا تقبطوش وتاخدو اي نوع من انواع حبوب من الحمل فاش تبغيو تبدأوها ان شاء الله من بعد الولدة خاصكم ولا بودة تمشيوا عن الدكتور ديالكم أو الدكتورة ديالكم اللي ولداتكم باش تنصحكم بالحبوب المناسبة لجسم ديالكم لانا كاين بعض الحبوب اللي ما تتوافقش مع الرضاعة والعكس صحيح يعني ما نقبطش وناخد من راسي ولا بودة من استشارة الطبيب وتنأكد انكم تمشيوا تديروا الكنسلتاتيون ديال من بعد الولدة مهم ما خاص الطباب يشوفكم يعني ما تهملوش هاد النقطة هادي غير تولدوا وتفكوا على خير ويبروا الغريزات تقول بلما مشي عن طباب ديالي من الاحسان بديتوا بديتوا كملوا التتبع ديالكم حتى من بعد الولدة ما هي غير مرة واحدة نعرفو شنو كاين غادي شوف لكم لوستان ديالكم غادي تقوم بزاف ديال الامور و بزاف النصائح اللي انتم بحاجة لها يعني نجنب ندير اي حاجة من راسي ولا بودة من استشارة طبية فيما يخص وسائل منع الحمل باش منطحوش في الحمل المباشر او الحمل اللي غا نسميوه المفاجئ ما بعد الولادة كذلك نصيحة اخرى وهي السيدات اللي غادي ينقصوا من عدد الرضاعات في اليوم يعني الباب ديال ما غاديش يبقى يرضع بزاف ديال المرات بحاجة شرلول والتالي والتالت خاصة من بعد ستة اشهر فاش تندخلوا الماكلة اللي باب ديالنا تنقصوا معدد الرضاعات في اليوم يعني ممكن سيدة تحمل الى مكان شديرة وسيلة ديال المنع الحمل اللي هي اكيدة ممكن تحمل ونقلكم بين قوسائل ممكن اننا ندروا جميع وسائل ماشي جميع ممكن ندروا وسيلة ديال المنع الحمل اللي هي اكيدة ويقدر يكون حمل لقدر الله يعني خاصة نكون على بال ونكون رد بليم زيان في حالة الى انني مبغاش نولد في ذلك الفترة يعني في ذلك العام الاول ما بعد الولادة يا صراحة صعبة شي شوية ولكن كتبقى دائما كل وحدة والظروف الشخصية ديالها كاينة اللي بغا تولد من بعد تلت شهور ثانية من بعد تلت شهور الاولى سمحوا لي اتتنو تقلب على اطخ بابي تنصح باللي عافكم وخا الله اعلم الظروف ديالكم غير هو حاول تطوش شوية راسكم ديال الراحة وطلع راسك شوية ديال الوقت بينما غير اللوكوغ ديالك يرجع كيف مكان وليك الراحم حتى هو يرتاح مزيان وياخد الوقت الكافي باش ان شاء الله يساعد لحمل اخر نقطة اخرى غادي نأكد اليها بالنسبة للسيدات لي هما تيخافوا او خايفين بزف او مقدرينش يدخلو في مرحلة تانية ديال الحمل المفاجئ يعني رافض الفكرة بتاتا ممكن انها تستعمل الواقع الذكاري مع وسيلة تمنع الحمل اخرى يعني انا دير واحد الوسيلة الحبوب او اللولب ومع ذلك خايفة بزاف 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 انني نحمل غادي نتساعن بالواقع الذكاري لانه كان بعض الاخوات ما كنت تقدلهمش لعادة الشهرية او كيف قدلكم بالليل العادة الشهرية تتغيب عليهم بتاتا طيلة فترة الرضاعة الطبيعية وبالتالي هنا ما كنت تكونش عارفة فوقاش عندها فترة لعبادة يعني خايفة ممكن يكون واحد لغة بورسكسيوية في شوقيته وهي في تك فترة لعبادة وتكون خدات حبوب من الحمل بطريقة غير منتظة من ساتها شي مرة او لا شي مرة انفوكلاتها تقييات وذيك المفعوليات لها مش مع ذيك التقييات حشاكم او الاجتها لدياغي ومش المفعوليات لها مع لدياغي ما كنت ترى تشربل انها خصت تاخد واحدة اخرى في ديك لوكيتها وتكون واحد لغة بورسكسيوية هنا ممكن يكون حمل يعني حبوب من الحمل دينا الرضاعة الطبيعية خفيفة بزاف نرض بالي معها وانا نكون فايقة عادوك ان اكد على الاخوات اللي خايفين اللي انا كنت وصل بزاف ديال تعليقات اللي يالله ولدو خايفين وبزاف اللي داروا واحد لغة بورسكسيوية قبل الربعين يوم قبل ما تاخد حبوب من الحمل هنا انتو ما كتقلبوا الخطر بيديكم الله يخليكم خليوا ذلك الرحيم يتجمع مزيان خليوا الرحيم يرجع البلاس وخلي المرات هي ترتاح الزوج خاصه يرحم شي شوية ذلك المرات في هذا البريود تسنى وتتكمل 40 يوم والمراي ان الامر ديالها الوسيكل يتقدم الشخصية تقدم مزيان وتشوف الطبيب وعاد نوجد دراسنا او حتى العلاقة الحميمية من بعد الولدان خاصها واحد للسيداد المهم ما غاديش ندخل في التفاصيل لانتظن اني كنحاول غير نرملكم امساج انتو ما تفهموني لا يخليكم لما انضموا راتكم وعرفوا كل حاجة فقاش خاصها تكون فقاش خاصها تدار باش نتحاملوا باش نتفاداو الحمل المفاجي ماشيح تنحمل عن بقان بكيل لا مكنش بغية او انا بقي الله فاتحة يالله والدار بلا بيد يالي صغير مهم بزاف ديال الاعدار هاده هما النصائح البسيطة السهلة اللي هي مهمة بزاف وتنأكد الحبوب من الحب ناخدوها نهار 21 يوم اللي ما عرفاش في العشر يام الاولى من بعد الولدات تمشي وتسويل طبب ديالها او تسويل اي حد الممكن يفيدها او فاش تكون يالله ولدات والسلسة وتخرج من اللا كلينيك او من المستشفى نسويل القابلات نسويل طبب ديالي غاد جدين لي واحد لا فيس قبل ما نخرج وناخد المعلومة اللي انا محتاجها وتنأكد انكم تديروا استشارة طبية ما بعد الولادة كنه ضوما النصائح نتمنى من الله انني قدمت لكم كل ما هو مفيد وما تنسوش الاشتراك في القناة اللي اول مرة تتجهد قناتي وكذلك الضغط على الجرس لتفعيله باش يوصلكم دائما الجديد ونشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد باذن الله دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته